كل يوم كده محتاجين وصفة للغدا جديدة وكمان تكون موفرة واقتصادية تعالوا بقى هنعمل احسن صنية مكارونا بربع كيلو من اللحمة ومن غير سلق ومن غير حاجات كتير يعني النهاردة المكارونا بتاعتنا يمكن تكون احسن مكارونا واسهل مكارونا بالبشاميل اللي تجربوها بس تعالوا موريكوا الاول الكتعة عاملة ازاي وجوسي وجميلة ازاي يعني طعم وريحة يعني طعم وريحة خيال طبعا هنعملها النهاردة في حلة واحدة او في حاجة واحدة احنا مش هنواستخموعين كتير زي ما كنا بنعمل هتشوفوا دلوقت الطريقة معايا ما فيش اسهل ولا احسن من كده تعالوا بنا يلا نبدأ على طول في الوصفة بتاعتنا مش حابة اطول عليكو اكتر من كده كل اللي هحتاجه هنا هحتاج ربع كيلو من اللحمة المفرومة وهنجيب كده الحل اللي انا هعمل فيها المكارونا هي هي اللي انا هعمل فيها اللحمة يعني ما نعصكش في حاجة يعني نعمل نخلي بالنا ان احنا هنعمل في حاجة مقاسها كبيرة بحيث تقدم معايا نص كيلو من المكارونا اللي انا هستخدمه زي كده بالزبط حطيت معلقة كبيرة من السمنة ومعايا بقى بصلتين اتنين كبار حلوين كده ننفرومهم في الكبه او نقطحهم بادينا مش هتفرق خالص خلاص نزلت كده بالبصلتين بتقعي في معلقة تستمنى ان هو البصل بتاعنا يدوبك يدبل يدبل بس يشف مش هيتحمر اهم حاجة هنا هنزل عليها بالبهارات بتاعتي بحيث اخلي ريحة البهارات بتاعتي تفوح كده وتبقى ريحتها زهرة اكتر حطيت نص معلقة من الفلفل الاصمر ونص معلقة من الارفة ونص معلقة من السبع بهارات التلات اضافات دول بيخلوا اللحمة في حتة تانية ومحدش يخاف من اضافة الارفة ما بتبنش خالص بس بتخلي اللحمة لها نفس ونكهة جميلة قوي اتمنى طبعا تجربوا آآ ورايا وانا عارفة ان الموضوع مفخوش آآ يعني انا والله العظيم ربنا عالم ان انا بعمل الوصفة اللي تعجبكو ما ينفعش طبعا في الزل الظروف في الغالية اللي احنا فيها دي ان انا اعمل حاجة تعمليها ورايا وتطلع بايزة ترجعت ده علي لأ خالص مش عايز انا كده خالص وطبعا آآ يعني احب اوجه كلامي لأي قناة كبيرة او صغيرة يريد كل حد يعمل اللي عليه عشان خاطر محدش يدع علينا بعد كده لان طبعا الغلاء والظروف اللي حوالينا مش مستحملة ولا احنا نقصين ان احنا نجرب ونخسر ادواتنا احنا حابين نعمل وصفة تطلع حلوة زي ما زي ما احنا عملناها بحيس آآ تبقى انتي او انا او اي حد بيتابعك او يتابعني يبقى احنا ثقة ليهم تعالوا بقى بنا ام اقول لكم طبعا حطيت آآ تماطمتين مقطعاهم مكعبات كده على اللحمة واستنيت على اللحمة بتاعت تعصجت خالص تعالوا بقى بعد ما عصجناها وبقت كويسة هجيب كمية المية بتاعتي هنا هحتاج اربع كبيات من المية حطيت كبايتين وبعدين هجيب نص كيلو الماكرونة الالم وهضيف عليها كمان مع كبايتين اتنين كمان من المية كبايت المية العادية كبيات المية العادية بتاع الشاي بتاعتنا عادي خالص يعني النص كيلو ماكرونة هياخد معايا اربع كبيات من المية بس كده هتقول لي طب ازاي انت بتعملي كده او حط الماكرونة على اللحمة تسلقها ازاي اه هنا بقى احب اقول لكم الماكرونة بتسلق وبيبقى طعمها جميل قوي لان هي شربة من طعم اللحمة اصلا يعني احنا كده بنسلقها في اللحمة فبيبقى طعمها حلوة ونفسها جميل قوي كده دلوقت ان حطيت اربع كبيات من المية بس وطبعا هزود هزبط الحدق بتاعي يعني حطيت هنا ملح وفلفل اصمر واللحمة برضو كنت ضيفة عليها حدقها مزبوط يعني احنا حطينا نصر معلقة من الفلفل اصمر والبهارات السابعة وكمان الارفة وزيادة طبعا الملح على حسب الرغبة بس كده اول ما بتبتدي تغلي بقلبها وبرجع وطي عليها النار شوية يعني ما بسيبهاش عالية خالص هتتشرب معايا وهتبقى جميلة وهدى طعم اللحمة اه وهنا بقى يعني بصوا حلة واحدة عملنا فيها الماكرونة وكمان اللحمة خلاص كده الماكرونة بتاعتي استنت عليها حوالي تلات دقايق كل ما بسيبها كل ما بتتشرب كمية المية اللي فيها بس كده خلاص كده الماكرونة بقت جهزة معايا طبعا احنا هنا ما بنسوهاش سوى كامل احنا بنسويها خمسين في المية تعالوا بصوا يعني تقطعوها كده بتلاقوا الماكرونة زت نفسها آآ زي مش عارفة وصف لكم اكيد الصورة بين الماكرونة مسكة نفسها مش اللي هي مستوية او خلاص بقى كده الماكرونة بتاعتنا جهز تعالوا بقى نجهز احسن واسهل بشامل للاي بنوطة او اي حد حابب يعمل آآ طريقة البشامل دي ومبيعرفش يحمر وبيقف كده على البتجاز تعالوا بقى ام اقول لكم طريقة البشامل للجميلة بتاعتنا دي معايا كيلو من الحليب حطت عليهم اربع معالق كبار من الدقيق اللي انا ضفته الاول ده دقيق والتاني ده ضفت معالقتين اتنين بس من النشا وحطت عليهم كمان مالح وفلفل اصمر وهبتدي بقى اقلب كل المكونات بتاعت دي على البارد يعني اللبن بتاعنا بارد دلوقتي لو اللبن سخن مش هينفع هيعمل خطوة دي هقلب اللبن هقلب النشا او الدقيق في مية وبعد هنا اضيف عليه اللبن لان لو ضفنا المكونات دي على الحليب سخن هيكتل وهي يعني مش هيبقى مصبوط دلوقتي هنا معايا شربة او مرأة مرأة اللحمة او الفراخ او اي حاجة احنا عاملنا هناخد منها اه تلات كبيات او اربعة لحسب ما انت بتحب كمية البشامل معاكي طبعا الشربة بتاعتي سخنة فما ما ضفتهاش في البداية يعني انتهوهت الديق والنشا الاول وبعد كده ضفته لو الشربة بردة اصلا من البداية هضيفها في الاول عادي خالص جيت هنا حطت معلقتين اتنين من السمنة وطبعا حطت كمية ملح مناسبة وشوية من الفلفل الاصمر نص معلقة من الفلفل الاصمر على السوس الجميل ده طبعا للناس اللي مش حابة تضيف الشربة او الاضافة للمرأة دي عادي خالص تستغني عنها هتضيف مكعب من مرأة الدجاج وتزود كمية لبن يعني هياخد معاكي حوالي كيلو ونص من اللبن دلوقتي احنا عملنا بكيلو واحد من الحليب وزودت كوبايتان اتنين من الشربة بحيس ازود بس كمية السوس بتاعتي او البشاميل معاي خلاص هقلب بقى بالشكل ده كده خلي الكوامل البشاميل بتاعنا يتقل يعني بصته كل ما بنقلب كل ما السوس بيتقل بس عشان البشاميل ينجح معاكي لازما ايدك فيه لازما المضرب السلك كده وتنين اقلب فيه طول ما هو على النار خلاص تقل معايا وبقى جاهز جبت الصينية بتاعتي وبدرتها بشوية من اللازيت ودهنتها او رشت عليها رشة من الديق كده بحيس الخرطة بتاعتنا نجي نطلح هتطلع معايا بقى جميلة خلاص كده حطت بقى معلقتين او شوية من البسوس البشاميل ده تحت في الارضية وهجب بقى المكورونا بتاعتي اللي احنا عملناها مع اللحمة المتعصتجة وهنزل بقى بالكمية كلها مرة واحدة بالشكل ده هنزل بقى كل الكمية بتاعتي وحاول على قد ما اقدر ان انا افردها واظبطها في الصينية اللي معايا تبقى يعني كلها متساوية وما فيش مكان كبير عن مكان وفي خطوة هنا بقى حلوة ومهمة وتقدر كمان تبدليها يعني انا هقولك على خطوة تقدر تبدليها او تقدر تقاملها زي ما انا عاملة المهمة عندنا ان احنا نعمل حاجة كويسة وعلى قد ما نقدر ان احنا نوفر في يعني في المواد الاقتصادية يعني نوفر على قد ما نقدر دلوقتي ربع كيلو من اللحمة المفرومة عملنا بصينية مكورونا بشاميل ويعني ممكن انا عندي بالنسبالي الصينية دي حلوة قوي تقضي معايا يوم من غير اي حاجة تانية جنبها يعني بألفة هنا وصحة لو عملنا الصينية الحلوة دي مش محتاجين حاجة تانية هكمل بقى ونزل بقية كمية الصوس كلها اللي معايا في خطوة بقى هنا اللي تقدر تغيريها دلوقتي انا هنزل بالكمية بتاعتي كلها لو حضرتك مش عندك الجبنة المنزر اللي احنا هنضيفها على الوش هنسيب حوالي كبشة من الصوس بتاعنا ده او كبشة من البشاميل بتاعنا ده الاول هنزل كل كمية المكورونا اللي طالع على الوش هحاول انزلها كده بالمعلقة اللي معايا وهنزل اي كمية بشاميل طبعا لو مش عندك جبنة منزر اللي هتحطيها على الوش عادي خالص هتسيبي حوالي معلقتين كده من الصوس البشاميل وهنضيف عليهم معلقة من القشطة حتى لو القشطة اللي احنا بنشيلها من على وش اللبن يعني نكون جايبين ونكيلوا لبن غاليينه ونشيل منه معلقة هنضيفها كده على الصوس البشاميل وبعدين نحطها على الوش بتخلي الوش معايا طري وجاميل واحسن كمان من البيت يعني البيت بيبقى فيه سنة زفارة وبالنسبة للناس اللي ما عندهاش مشكلة مع البيت قدر تحط بضايا او بطين في شوية الصوس الاخر يعني في نفس الكبشتين اللي احنا سايبينهم دول وندفهم على الوش خلاص خدتها كده حطتها في الفرن بتاخد حوالي يعني ايه خمسة وتلاتين دقيقة اربعين دقيقة على حسب درجة حرارة الفرن من غير ما بولع الشوية اصلا يعني يا بتحمر وتاخد اللون الجميل ده من غير ما بنولع الشوية خالص بحطها على الراف اللي في النص طبعا بتاخد بقى على حسب درجة حرارة المطبخ او درجة حرارة الفرن بتاعك هتديك النتيجة الحلوة دي هنا بقى انا طلعتها وسبتها حوالي يعني ربع ساعة ما طولتش عليها اوي تقدري لو عايزها جوسي اكتر واكتر ولسه سايحة كده هتطلعها من الفرن هتبتدي تقطع فيها على طول حيث تبقى متمسكة اكتر من كده كمان هتستني عليها شوية كمان تبرد بس يعني طبعا احنا في الجو برد محتاجين الاكلات تبقى دافية شوية فهنا انا ما استنيتش عليها تبرد خالص هي كانت دافية بس متمسكة وجميلة جدا وكمان طعمها ورحتها حلوة قوي اضافت طبعا التوابل والبهرات اللي حطناها على التعسيج اللحمة بتفرق معايا في الطعم والريحة والبشاميل سهل وخفيف يعني حاجة حلوة كده وخفيفة من غير تحمير بقى دقيق ومن غير بهدلة وطبعا في بنات كتير ما بتعرفش توصل للكوامل مزبوط او تعرف توصل لدرجة المزبوطة للبشاميل ده اسهل آآ سوس بشاميل ممكن تجربوه وممكن تعملوه طبعا اتمنى من اي حد بيشوف الفيديو ده آآ ياريت آآ لو طبقت الوصفة دي معايا مرة قبل كده لان انا عملت الوصفات دي قبل كده في وصفات تشبيهة لها كتير على القناة اتمنى طبعا تكتب لي رأيك في التعليقات وطبعا آآ كل هدفي وكل همي هنا ان انا اوصل لكل بيت بسيط يقدر يطبق الوصفة اللي تحب اللي حبها وخلاص كده شوفوا الشكم على قناة